السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكم حبيبي عاملين ايه? يا رب يكونوا دايما بخير. النهاردة ان شاء الله هنخسل عيون البتجاز بمكون جديد وهو الكركديه. المعلومة دي او الفكرة دي على ادهالي احد المتابعين. حبيبتي اه صارة دي انا. اه قالتلي اجرب ان انت تخسلي عيون البتجاز بالكركديه وهتدعيلي. اه فبصراحة حبيت اجرب واشارك معاكم التجربة. اه فدلوقتي اللي عندي ده اسم الكركديه للي ما عرفش شكله. هو بيكون مجفف بالشكل ده. دلوقتي هحطه في الحلة وهضيف عليه مية. حطيت حوالي اكتر من نص الحلة مية. بحيث ان هي تغمر كل العيون البتجاز عندي. وهسبها تغلي. بعد ما غلط بالشكل ده بقى زي ما انتو شايفين كده هو لونه بيكون احمر. هحط دلوقتي حوالي نص كوباية من الخل. خل الابيض بتاع الطعام العادي. وبعد كده هنزل طبعا عيون البتجاز. زي ما انتو شايفين كده معايا شكلها طبعا آآ يعني انا حبيت ان انا اعمل الحاجة عملي بحيث ان انا ما اجيبشو عيون نظيفة وانا اضافها معاك. ولأ هي يعني زي ما شايفين كده متسخة شوية عشان ما حدش ايه يعلق او يتكلم معايا. بعد كده هسيبها منقوعة لمدة ليلة كاملة. انا كده عملتها من بالليل. واخسلها معاكم تاني يوم الصبح. خلاص كده هي اتنقعت معايا. هبتدي دلوقتي ان انا اخسلها. بجيب عندي السلكة النعمة او سلكة خشنة الموجود عندك. وهضيف بس صابون سائل. وهبدأ ان انا ادعك فيهم او اخسلهم. وبعد كده هنشفهم كويس قوي. اه هما يا جماعة العيون بتاعتي عشان آآ بتجز قديم فهو لونهم كده. لان العيون دي بتبقى موجودة يا اما لون نحاسي او فضي. فانا بتبقى لونهم كده. بعد كده انا بحب ان انا اغلفهم بورق الفويل. وكمان عندي هغير الاستيكر او اللازقة بتاعة الازاز بتاعة غطر البوتاجاز. كده شكلهم طبعا بعد ما غلفتهم بورق الفويل. بدهوا لي لمعة حلو. بحفظوا لي عليم الاتساخ. وغسلت طبعا البوتاجاز كويس وغيرت كمين اللازقة. آآ بقى شكل البوتاجاز جميل او زي ما انتم شايفين معايا كده. آآ بتمنى يا بنات آآ التجربة تكون عجبتكم. وتشاركوها مع اصحابكم زي ما انا شاركتها معاكم. ما تنسونيش بقى في اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة